لكن وإحنا بنبحث في محاضر مجلس الإدارة والجامعية العمومية لفت انتباهنا في تقرير حالة النادي اللي قاله سكرتير النادي فؤاد بيك أبازة تعليقه على حالة بوفين نادي تعالوا نشوف قال إيه استدعت حركة تردد الأعضاء على النادي النظر في إصلاح حالة خصوصية البوفين وقاعة الجلوس فصار حل شركة البوفين بعد عقد جمعياتها العمومية وضمها للنادي وقد أسعدنا الحظ بأن قبل صاحب السمو الأمير إسماعيل داود إدارة البوفين فساعد ذلك في ترتيبه وتنظيم قاعة الجلوس فتحسنت حالة النادي كثيرا من هذه الوجهة وأقبل الأعضاء عليه وكثرة ترددهم وزادت اجتماعتهم ونقف هنا عند نقطتين النقطة الأولى شركة البوفين إيه شركة البوفين دي؟ نشوف تقرير الجامعية العمومية عن سنة 1915 بيقول إيه عن تأسيسها بوفين النادي كان دايما الأعضاء بيشتكوا منه فقرر بعض الأعضاء في 26 إبريل 1915 يعملوا شركة مساهمة تدير البوفين ويقتسموا أربحها وأقرت اللجنة التنفيذية الفكرة وفعلا اجتمعت الجامعية العمومية للمساهمين وقررت تأسيس الشركة ووضعت ليحة للشركة وانتخبت أعضاء مجلس الإدارة وعينت رأسها البوفين ما كانش بيكسب في شهور الصيف اللي بيقل فيها حركة الأعضاء على النادي ولكن في الشتاء وده موسم العمل وتوارد الأعضاء على النادي بتزيد الحركة وبالتالي البوفين بيكسب طبعا مش محتاجين نقول لكم إن زمان كان الطلبة في الصيف بيرجعوا لمحافظاتهم وقراءهم والموظفين بيتنقلوا لمقر الحكومة الصيفي في الأسكندرية لما نشوف النهاردة في الأندية نلاقي العكس تماما حركة النادي في الصيف أكتر بكتير من الشتاء استمرت شركة البوفين في النجاح سنة ورا سنة وكانت إرادتها دايما بتزيد عن مصرفتها ومجلس إدارة الشركة قرر وجود دفتر للشكاوي يدون في حضرات الأعضاء من آن لآخر الملاحظات التي تبدو لهم وكان المجلس المذكور ينظر فيها ويتخذ ما هو لازم لراحة الأعضاء لكن كان من تدعيات ثور التسعتاشر إن البوفي بدأ يخسر والحالة بقت سيئة فتم حل شركة البوفي وضمه للنادي النقطة التانية اللي جات في التقرير وشدت الانتباه إن صاحب السمو الأمير إسماعيل داود يقبل إدارة البوفي عارفين مين الأمير إسماعيل داود نقول لكم مين الأمير إسماعيل داود اللي قبل إدارة بوفيه النادي الأحلي الأمير إسماعيل داود من أمراء أسرة محمد علي وكان قائد سلاح الفرسان في عهد الملك فاروق لكن الأهم من كل دا إن الأمير إسماعيل داود هو الرئيس التالت لللجنة الأولمبية المصرية سنة 1938 وحتى 1946 سنوية ستار بيهن ترجمة نانسي قنقر